عاجل انتهاء كرعة كأس الأمم الأفريقية لللاعبين المحليين أو كما يقال عليها الشان التي ستقام في الجزائر العام القادم في الفترة من 13 يناير 2023 وحتى 4 فبراير 2023 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى عمل لايك للفيديو ومتابعة الفيديو للنهاية وسط حضور كبير في دار الأبرة بعلام بوسايح بالجزائر وحضور كبار الشخصيات المنتخبات طبعا اللي هتشارك في بطولة الشان في الجزائر الجزائر وأسيوبيا ومالي وليبيا والكاميرون والكونغو موزنبيك وأنجولا وغانا والنيجر وأغاندا وموريتانيا السودان والسنغال ومدغشكر وكوتيفوار والكونغو الديمقراطية والمغرب تم تأسيم المنتخبات الـ 18 إلى 5 مجموعات أول مجموعة أو أول ثلاث مجموعات هيتكونوا من أربع منتخبات والمجموعة الرابعة والخمسة هيتكونوا من ثلاث منتخبات هياخدوا الأول والتاني من كل المجموعات الأولى والتانية والتالتة وياخدوا متصدر الرابعة والخامسة يصلوا إلى ربع نهائي بطولة الشان القرعة تمت وانتهت منذ قليل أصفرت عن الآتي المجموعة الأولى في مدينة الجزائر في ملعب براقي ضمت الجزائر وليبيا وأسيوبيا وموزنبيق لافتتاح هيكون الجزائر وليبيا في ملعب براقي المجموعة الثانية هتكون في عنابة ضمت كل من الكونغو، أغاندا، كوتيفور، السنغال المجموعة الثالثة ضمت كل من في مدينة كوستنطينا المغرب، السودان، مدغشكر وغانا المجموعة الرابعة ضمت كل من مالي وأنجولا وموريتانيا المجموعة الخامسة ضمت كل من الكاميرون والكونغو والنيجر طبعا ملاعب الجزائر المستضيفة لهذه البطولة ملعب وهران، الملعب الأوليمبي، ملعب براقي، ملعب الشهيد حملاوي وملعب خمسة جولية وملعب تسعتاشر مايو بعنابة مجموعات قوية جدا وأعتقد أن نحن هنشوف بطولة قوية على الأراضي الجزائرية فيها منافسة عالية جدا أقول لحضراتكم المجموعات مرة تانية المجموعة الأولى ضمت الجزائر وليبيا وأسيوبيا وموزنبيك المجموعة التانية ضمت كل من الكونغو وأغاندا وكوتيفور والسنغال المجموعة التالتة ضمت المغرب والسودان ومدغشكر وغانا المجموعة الرابعة ضمت كل من مالي وأمجولا ومريتانيا المجموعة الخامسة ضمت الكاميرون والكونغو والنيجر إن شاء الله الجزائر تنظم بطولة ناجحة بإذن الله كل التوفيق للمنتخبات العربية في آخر الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته